براحة بجمهور واضح هنتكلم دلوقتي بوضوح في حاجاتي ممكن محدش يعرفها بتاع الموضوع ان انا عائلتي عائلة فنية ده بيساعدني في انهم بتفهموا ان احنا بريد اخر في الشغل انه الشغل ده بياخد مننا مجهود كبير جدا وهم وانهم يكونوا هم يعني قابلين الموضوع ده ووثقين ان انا حامل حاجة هتفرحهم انا بدأت مش من تونس انا بدأت من اسبانيا كان وقتها شورت موفي في اسبانيا كان اسمه تيامو ودي كانت اول حاجة لي في التمثيل واللي خلتني عايز اكمل ميرا بيان انفرنتي توي بعد اسبانيا كان اول مرجعتي كان في ملكة جمال تونس بعدها ملكة جمال العرب وكان الفينل شو لانه كان في مصر فمن وقتها انا في مصر ودي كانت طبعا من احلى الحاجات التي حصلت لي في حياتي طبعا الفيلم كان جايلي اول ما اخدت لقاب ملكة جمال العرب فورسة كانت جاية من هناك او انا اتشافت هناك وعرضوا علي الدور ده وطبعا امبسطت بكمية النجوم الموجودة عمر سعد وغاد عبد الرازق وخلد الصاوي وماجد المصري وغير وغيره من الاسماء الكبيرة بعدها على طول كنت عايزة قوي ان انا ادخل مهرسلات ودراما مصرية لانه دراما بتقرب الموصلة من الجمهور والحمد لله انه حكايتي كان ناجح انه الشغل ده بياخد مننا مجهود كبير جدا يعني النتيجة بتكون متشافة انه اه سهلة هو بس لا احنا بنتعب جدا مفيش اي حد بيحقق النجاح بكل سهولة لازم تدعب والنجاح اللي بيجي مع تعب هو ده اللي بيدوم وبييفضل في الفترة اطول ان شاء الله فيه طبعا حاجات في الفترة الجاية اكتوبر ان شاء الله حبتدي اصور المسلسل اللي حيتعاردت في الوف سيزن بس لسه متقررش الاسم